جوزي جوميز بعد المباراة النهاردة بعد مباراة الزمالك وابو سليم كان لها تصريحات مهمة جدا قالك ايه؟ قالك احنا تحكمنا في المباراة ومبسوط جدا من طريقة لعب الفريق في الشوت الاول ونجحنا في خلق العديد من الفرص وقال جملة مهمة جدا جملة مهمة جدا بكس فيها بقى قالك عندما تأتي لنا الفرص للتسجيل لابد من استغلالها لقتل المباراة هيعيش هيعيش المشكلة دي كتير مش دي مشكلة كرة مصرية بشكل عام مشكلة زمالك واهل ومنتخبات وكل الفرق إضاعة الفرص السهلة مشكلة كبيرة ولو اشتغل عليها كويس هتبقى حاجة عظيمة جدا فقال كنا عارفين ان فريق ابو سليم الليمي مميز جدا فيه الكرات السبتة ورميات التماسل الطويلة وحزرت اللاعبين من ده والمباراة كانت بين فريقين لكل منهم طريقته ولكن نجحنا فيه فرد أسلمنا في هذه المباراة وقال سعيد جدا بقدرتنا على خلق فرص تهدفية كثيرة خاصة في الشوت الأول وهضرنا الكثير من الفرص وده حصل قدام لإسماعيلي أيضا في الدوري ولازم نتضارك هذا الأمر سريعا وقال حزرت اللاعبين بالفعل من الكرات السبتة لفريق ابو سليم وكان لازم ياخدوا حذرهم جدا في هذا الأمر طيب دي جزء من تصريحات جوزي جميز ما بعد هذه المباراة وزي ما قلت لكم الراجل مبشر جدا يعني بس زي ما قلت لكم الحلوة ماكملش النهاردة شكرا شكرا